انطلقت فعليات إحياء اليوم الوطني الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من إبريم من كل عام في محافظات الضفة الغربية المحتلة ويأتي يوم الأسير هذا العام مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعب فلسطين واستمراره في تنفيذ إبادته الجماعية في قطاع غزة وقد أعلنت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرة أن الفعليات التي ستمتد إلى مخيمات الشتات في لبنان وسوريا وإلى العديد من عواصم العالم ستنظم في إطار وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة